المصغر نتأقلم وتعايش مع مرض السكري العلاج والمتابعة كيفش لازمهم يسيروا هذا وأكثر نعرفوه مع الدكتورة زكية هابول طبيبة أطفال باش تتفعلوا معنا كلمونا ع 70-35-120 ملكونو في الموعد اليوم ما دي ساعتين متاع العشية في 100-5.5 على الحياة أفهم 100-5.5 صحتك بالدني دكتورة زكية أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك نشكرك على حضورك بحثين حسب آخر الحصائيات الرسمية نحكيه على 10% من الأطفال والمراقين مرضى بالسكري في تونس في عدد المليون جمال عدد خطير عدد خطير بالطبيعة مرضى السكري مرضى العصر في كل أنحاء العالم وليس كان في تونس وتونس بين مستوى الأرقامة بين الدول الأخرين عالي أرقامنا عالية وعننا حاجة أخرى زيادة الأطفال كيقرينة نحن قبل السكري عند الأطفال هو من معظم الحالات سكري نوع واحد الذي يجب أن يستهلك لنسولين نحن في النوع الثاني النوع الثاني الذي كان يقبال عند الكبار والكهول كبارتين من الأربعين نحن في النوع الثاني خاصة مع سن البلوغة وموجود لأنه تكثرت عدد سيئة الظروف محيطة بالأطفال خاصة منها السمنة والجلوس والخمول والأكلات الغير صحية والسريعة ومع ذلك ومع ذلك وزارة الرياضة والشباب وزارة الصحة نحن نقول أنه يصل إلى 30% في المناطق الصغيرة ومع ذلك بلدان من العالم يصبح واصلة فيها الأكثر كما في أمريكا وصفنا من أمريكا بلدان. من مثل الناس الثاني ومع ذلك والشيبس و الفريد وواسل هذه ومع ذلك وстройها من الخليج التي لا يتحركها سيئة عن العديد من العديد نحن ندفعه والخليج لم يكن أصل إلى أمريكا يصبح مغروم فيه ومع ذلك ومع ذلك في عادتهم دكتور لم يكن هناك ثقافة بائحة لديها حول السوكري لديها نعطف الى وقد كنت أمضرت الثقافة كانت تأكيد أقل كانوا أكثر ألفو بي متاح من أنه صغير يستعمل الأنسولين ويمشيوا ساعات اللي شغلتهم ويحبوا يأخذوا ويقولوا الأخرين يعدوهم معود في الأحلام جي نعطيك دواء نعطيك حشيشن نعطيك الدراشنوع نعطيك خلطة سحرية خلطة سحرية يتنحي بها الأنسولين ويتنحي سكر أول حاجة نسطر عليها بستيلو ما فماش مرض سكري بشي برا ما فماش دواء وعلاج جذري ينحي مرض السكر تماش فكسا؟ لا فماش انت عايشوا معاه مرض السكر ما هوش حاجة غاف اللي مرضى بالسكر راهم أطفال عاديين يكبروا يقراوا ذكائهم عادي كل شي فيهم عادي يكوروا يلعبوا يلعبوا يتلعوا وجموا صغارهم يخبروا كل شي ما كنت في الانستويتون ترسيون في تونس كانت من أحسن الناس اللي كانت تتأطر ضد مرض السكري هي فرنسية الجنسية متزاوجة بتونسي وكانت تقرينا لديابيت وهي في الفيزيت تبدأ الدور بينا تزرق الروحة خطر هي ضدها ديابيتك لا يوجد علاج لدياء السكري من الأولى عند الأطفال ولكن يمكن التحكم فيه والتعايش معه هذا بشيكون موضوعنا وهو شغول السكري نتعايش معه غير نتفهمه هي معادلة 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 صغير عنده الجانب النفسي عنده صغير السكري يأخذ حيث كبير بالنسبة لي أكثر حتى من خمسين بالمئة من البريزان شارش به أكثر تفاصيل 70-35-120 70-35-120 تكلمونا وتطرحوا أسألتكم لكل دكتور زاكية موجودة بشي نجم جاوبنا على ضد السكري عند الأطفال به نجم نعطي تعريف هذه دكتور دين سكر لقيت أسهل تعريف من النوع الأول عند الأطفال هو حالة مرضية يتوقف فيها جسم الطفل على إنتاج لنسولين تعريف سهل نجم نقبل نجم نقبل نجم نقبل هو تعريف الأصحة هو البانكرياس الطحال هي غدة تفرز لنسولين تفرز برشة هرمونات من هم لنسولين اللي يعدل السكر لنسولين مفتاح بالتعريف سهل هو مفتاح يدور في الدم هرمونات دور في الدم تمشي تحل الخلايا باش السكر ميترك في الدم ويعلى تحلك الخلايا ودخل السكر لإستعمالها الخلايا ليس خلايا السكر لنسولين يتوقف يتوقف يتحل باب في الخلايا يتحل لنسولين هنا في السكر لنسولين يفرز الطحال بنسبة قليلة أو لا يفرزها سفر لذلك لا يوجد مستوى السكر وهذا علاج الأساسي والأول والأخير هو لنسولين الأعراض من عمر؟ شهر؟ شهرين من هارلون؟ لا نادر أما الحقيقة في عمر الأنفانس رأيت الدكاء أقل من عامين أكثر فوق العامين عام ونص نج يظهر عند الأطفال الأكثر في الدراسات من خمس سنوات أربع سنوات لكن موجود أقل أسر حالة قدشة عرفته عرفته منذ بالسكر شاهدته أنا ممكن ظهر لي عام وشهرين عام وثلاثة شهور أسألتك لن أعطيك جملة من الأعراض دكتور يظهرهم يثبتون فيهم عند صغار وليس لا لا نجمي بيلي عمره عام ونص عامين يطلب برشة يرضى برشة وخاصة يركزوا قليلا مع الكوش يوالي صغير كان يبدل مثلا ثم مرات في الكوش والأربعة مرات والخمس يوالي أنت تحط الكوش يريد بالبرشة معناها مقارنة بالكميات التي يأخذ فيها ما هيش الكميات مطبيعة أو العلامة للصغير فصلا مره ذاك الكوش بيكون الشيح من الماء الشيح من الماء هو نورمال موقت يزمو يشرب كيما الكبار أنا مرات في الماللي لترشص ثم م glad لم يشح المال لا لم يشح المال ومثل المسكين بصغير كيف تعطي قم السكر يوالي يدل من الموضوع ويقوم بصاحة والبطة يستخدم يسرح أيضا ليس بلد نشاهد وهذا قلب في ساعة لا لان وعندما يدخل من 60 ملدي لأدوكوفيغ جينيغالمان أليق أقوى معناها العطش هاد العطش زيت شرب الماء بكمية كبيرة عند الأطفال الأكثر يبدو يمشي في جاي على الطويلات فم صغار ينظف ويدخلوا الطويلات وحدهم كي ولي عندي مدروا عنهم علامات سكر وحتى يصبح صباحا فريش ومبلول وعامل بيبي هذه العلامات الأكبر ويضع في الميزيع ويضع في الميزيع يضع في برشة يضع في برشة خاصة عند الكبار وعند الصغيرات تظهر في علامات يحمل ماء أساسيلاً ريحت الفم وقت اليدبدا فم الكمبليكاسيون ووقت أخزر السكر نحن نفقو به إما بالعلامات هذه معاهم تقيس السكر في أي وقت أو تقيس السكر هو صايم على الأقل سيئة ثمانية ساعات صغير هذا العادي أما نفقو به في طور المضاعفات الخطيرة التي تؤدي بحياة الطفل والمضاعفات الغيبوبة السكرية وقتها 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 صغير يتفرعس في طبيعته والميزاج يتبدل والميزاج يتبدل في الطبيعة كل ما عنده علاقة بالسكر والسكر والمفرعس والمربس في الساعة لا يمكن أن تصل إلى الدماغ بكمية ونعرف أن المخ السبستخال الأساسي كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل كيف تعمل الشحوم لليبيد لبخوتين بالنسبة للدماغ لماده الأساسي كيف تعمل السكر لا يكون كيف تعمل بالطبيعة لا يكون نرفو لا يكون لا يكون كيف تعمل هذه مرأة تغيراتنا كما أكدتنا كل مرأة وحدة ليس في ليلة وضوحة لكن في وقت صغير جنرال الكوما التي هي الغيبوبة السكرية لا تتعلم حكاكة يجب أن يكون أياما تقبلها الأولياء لا ينتبهوا بل أن نأكد على حاجة مرض السكر يساوي الأولياء محاضرين لماذا؟ في كل مراحل من الدياغنستيك من الدياغنستيك من الدياغنستيك إلى أن يكبر قليلا ويقوم تعمل على روح معناها يتقل من أحد يتقل من شخص يجب أن يكون أخوه كبير مرات أخوات كبار وأخوات كبار أخواتهم صغار وإلا الأم أو الأب خاصة على خطر أحده لا ينجح لا يتقل لا يتقل لا يتقل لا يتحرك لا يتقل حتى عمره 10 سنين اكتشفنا عنده عمره 10 سنين اكتشفنا عنده سكر صعيب عليه أن يتقبلوا واحده ليس كم عبد كبير لا يتزرق 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 القبول النفسي تبقى مدى الحياة مع الصغيرة ليس كبير دكتور من عوامل الاختر أنا مريد بالسكر لقدر الله والدي نجمي يكون مريد بالسكر أي شخص عنده في عيلته يقبل وعنده ممكنية 15 مرة أكثر أن يكون مريد بالسكر معناها من الإنسان عادي بالطبيع ليس كنعملها فوبيا ينتظر الخطئ من الفروع من البو واللم زوز من الغذاء والعمومات بالطبع والجد والمقفة وقفة وامر رقم 2 لقد أخبرت اليوم يظهت سابقا بشأن اللي توجد بالسكر لا أقز لن يكبر بالنسبة التي لدي لحيث هل أنه صحيحاً البنات يمرضوا أكثر من الأولاد؟ الأولاد أكثر من مثامج؟ لا 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 يوجد شيء واضحاً كل مرة دراستي يقولون لا يوجد شيء يتهمنا برشاً هل أنه من مضاعفات السكر كبداً مهوشي مريكل؟ دعنا نقول الكلمة هذي إنجم يولي لي عند الصغير أمراض في القلب والشرايين أقل بها الأمراض الشرايين وأمراض ومس الكلاوي ومس الشرايين ومس الجهاز العصبي هذو ما نرى أكثر نوع الثنين عند الكبار الحقيقة عند الصغار يستحقون عشر سنين وخمس عشر سنين وعشر سنين من السكر يظهروا وقت الصغير يحاول عند طبيب الكبار من عند الصغار وقتها يبدأ يظهر العلامات كان هو مهوش مهوش معدل السكر في الصغار في الصغار يجب أن نرى أهمها الغيبوبة السكرية أو يطلع السكر بكمية كبيرة أو خاصة نطيع السكر ومن خلال السكر يجب أن نستعمل لنسولين وهذا تستمر لنسولين 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 حسنا يجب أن تستمر هناك العلامات ومعبار يمكن أن يكون لدينا مشكلة على عينيه في النقص النظر لا تبدأ لا تبدأ لا تبدأ لا تبدأ لا تبدأ تبدأ موحة العروك موحة 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 كثير موحة لا يسمى ومعنى المضاعفات هذو خلال الجيني قلنا لا يدويش أمان عيشه معه عادي يجب أن تدخل برشا عوامل بشي السكر يتريكي الذي يضع فيه ويأخذ لنسولين على الصحرية لنسولين حاجة أساسية لا يستغناء عنها في السكر ينقل واحد ولكن يجب أن نسطر عليها بالرام الصغار ومعنى العادة أن نحاولون أن نحاولون مرض السكر ونحاولون أن نحاولون أخصائي نفسي أو بيدو بسيكاتر إذا كانت مع علامات ما أكثر أو تستحق طبيعية أو علاج جميعا ويجب أن يزيد الأولياء ويجب أن يجب أن يكون محاولة كثيرة خاطر صدمة الأولياء ساعات أكثر من الأطفال ويجب أن يرى الأطفال لن يفهمون ما لا يفهم ويجب أن يقومون بشاشة في ذلك في السكر لا يقبلون المدعمة لكن كان ممكن أن يستحق بالسكر كما رأيتهم تعاشقا صدمة كبيرة وهي صعيبة ويكون هناك عون مديرة ويقولون بأن المتفرج في فرسام لا يجب أن يحسر أن يفهمون أن يقومون بشكل كبير ويجب أن يتحق الأمور ربك نحاولوا السكر يجب أن يتحق المرض يتطورت لنسولين يتركبه في الجسم وتتعدل مكينات تحت تحت كبتور سكويتانية تحت الجلدة يقص السكر كل دقيقة تقصناك السكر كل دقيقة وتقولك بالضبط هل تتعطيه ولا ما تعطيه هل هناك وقت تتعطيه تريد تطوره في العلاجة في الأنسولين لا يجب أن يقول لك خطر يعرفوا العلاج واحد للأنسولين أما حاولوا يسهل و تكون الأنسولين و خلطة و تزريقة كل صباح و ليل و يانتنا نعطيه الأنسولين في الأربع مرات بعد الزواج معني هذا تلاثة مرات قبل الماكلة و لذلك الغدج جاء لأنسولين كان المدال في التعطيه و التعطيه من أربعة و تلقينا مرة أثناء و تتهمين عن الحراب أثناء غير فكي بإمكانك الزريرق و تتهمين غير أحد نرى نقم واحد لكنبال التعطيه هل تتكلمين على زريرق أنتكتب انسولين تبدل بالعمر وأميزان؟ تبدل بالعمر والميزان وبقيس السكر اليومي يبدأ صغير مواظب وقصره على الأقل في الحقيقة قيس السكر يجب أن يكون عنده فعند الصغيرة خاصة في بداية الدياغنوستيك كانوا 8 إلى 10 مرات في النهار لتعدل أليس السكر معناها مراقبة السكر بالقيس سيتخزن بغطان نعدلوها بالميزين تقبلكم شيء ما أصبحوا نيل تقدم تماماً تقبلكم يزرق ثلاثة وجبات في النهار يزرق قبلهم يبدأ من هم ثلاثة وجبات في النهار ويأتد على ثلاثة أربع ساعات وفي النهار ما يسمى بأنسولين البطيئة تبقى في انسولين 24 ساعة وتطعطها في الشيما تقبلك قبل الرطاء مثلاً 8 متعليل والجنرال موهل 10 متعليل يأخذ الأنسولين البطيئة هذا هو الشمال يبدلون طبيب صغير ومفرعس 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 القرى من الحماية الأبتمال العالي من الحديث المنار يقطعس ويجب أن يدعق أي طبيب أطفاله ولكنه يجب أن نعرف بهذا وقتنا يجب أن نوجه صغير هل يربع معمور وقتنا يجب أن نوجه لا تجدت من الموقع هكذا على نفس الهدى على مستوي الأدوي لك لا تتكشف الغياء في اليوم و لا تتكشف الغياء لك لا تتكشف الغياء يتحرك بيواما يأكد فعله حاول المرأة و كنت bright لك لا تتكشف الغياء سلتكشف الغياء أمامك نحن لبنشلين جيدا الطبيب في بداية خليج شيء جيد للحق dur موجود موجود يركبوها تتركب البومبا انسولين حاجة تتركب تتعادل بليدوز متيحة هو يختم على روح ويقر على روح ويغني حتى الغنيس ما فيه وهي تنجيكتيلو والانسولين وفهم ما زيده انكابتور سكوتانيق يسلك الصغير تحت الجلد وحاجات ريتمان حاجات صغيرين مغطيين هل يمكن أن تصغير مدعب في الصغير؟ نحن نرى الصغيرات يستعملون الاستيلو وستعملون الاستيلو نحن نرى الصغيرات يستعملون نحن نرى الصغيرات نحن نرى الصغيرات نحن نرى الصغيرات نحن نرى الصغيرات يوجد عائلة موجودة لذلك يوجد نسبة 15 مرة أكثر من الناس عادي لإمكانية الإصابة بالسكر قلت توقيت الوقت لكي تتوقيت ولا ينجم الحمد لله يتعدى لا يوجد كل أحد يوجد أهله معرضة سكري لا يوجد صغير لا يوجد أجراء وقائية استثنائية لذلك يجب أن ينخذها لكي لا يرشي لا نعسى على أولدي وكهولة كيف نعسى علي؟ تعسى علي على العلمات الذي قلت بداية السكر لا يجب أن يتعامل لا يجب أن يجب أن يتعد الإنسلين لا يجب أن يتعده لا يجب أن ينصيح نصيحة أن مريد السكري يحكم عليه الكلمة لا يحكم عليه ليس يحكم عليه يتطنيع مستخدم الانسولين وقوم الامارات المتعامل وكثير من تحضير اولاً مهماً رعاية نفسية مهمة نضعها في المرض الأولى بالنسبة للطفل الطفل يمكنها بصفة عالة العالة لا يلزمها السنفستيك تحضر من وقتها؟ تحضر شارك في الهيئة أنها في الريجيم تحضر كيف هدك و حتى آخرين في السنفستيس ليس ممنوع عليه الحلوة والدقلة مثلا لا يجب أن تضحط على الطاولة وأنا أرى أن أكله كيف وكسيباما وكسيباما سوف يكون الناس متفاهمين لماذا يستنفع الكاملة؟ بالطبع لا يستنفع الكاملة بطبيعة لا يستنفع الكاملة كيف تحبيني أولدي؟ سأخبركم أنه كنت موزين عنها أولا بنتي لم تأخذ شيبس نعرف شيبس المدر برشة كعبة غزوز ممنوع مرغوب وكذلك، نرى ما نفعله لا يوجد شيء يتعلق ويقصد سكر ويقصد في الدار لماذا أخبرتك؟ أخبرتك بأفراد العيلة وكذلك يفهم بكثيرا هل صحيح الرضاعة الطبيعية تقلل من نسبة إصابة أو ظهور مرض السكر يصنف أحد يوجد بيبي؟ نعم، نعم، موجودة في الدراسات المرة يترضى وكذلك، كما تريد منع وكذلك، وكذلك، لضاعة طبيعية أكيد، كلها يوجد بيبيان لا يوجد حتى ضرر لحقيقة، لحد الآن وأكيد هل أن السبور والحركة تقلل نسبة الإصابة تقلل نسبة ذهور المرض السكر يصنف أحد؟ السنف أحد، كما يصنف أثنين تقلل نسبة لحقيقة وكذلك، لحقيقة وكذلك، لحقيقة تقلل نسبة لحقيقة وكذلك، لحقيقة وكذلك، لن يترضى الأولى لحقيقة وكذلك، أحدهم العطار والحانوت بمتياز فجأة بعد عام الاسترس من نوع انفكسيون خاصة عند الصغار التهيب التهيب أن الاسترس يصنع مضادات أجسام مضادة يكسر أكل خلال تصنع هرمون الأنسولين لذلك لا يظهر معها أكيد سلسلة ملادي أمراض مناعة أخرى أهمهم بين ملادي سيلياك مرض الأبطل وحساسية القمح سكري نوع واحد يجب أن نلوجه عليها بالتحاليل حتى لا يوجد علامات والغضة الدرقية هذه الحاجتين بطبيعة أمراض مناعية أخرى لكن هذه هي الأكثر ريجين وعندما نتأكد بالتحاليل وفي العلامات الكليينيكية التي تحدثنا عليها خاطر الدياغنوستيك لا يستحق لها لا يستحق لها لا يستحق لها نجم أي إنسان في مستوصف في نقطة واحدة يعمل السكر في أي وقت أكثر من دو قرام في أي وقت ثم يحاولون عند طبيب صغار وعند طبيب صغار تبدأ كاملك سلسلة كاملة تبدل ينصل اليوم حتى للتغذية سيدية عبد القادة إن شاء الله يحضر على بكري أكل إليه بالتغذية يجب أن نتعاون بها طبيب صغار وعندما يعمل أي شيء وقت تنتصي تعمل الدياغنوستيك يجب أن يتحاول لدي أخصائي التغذية تعاونك في تقسيم الوجبات ومحتوى الوجبات والكميات ليس لنكون لديه أبتمام وعلى الأقل نقرب للحاجة الصحيحة وعندما تقول لك على فكتوري سترسم الأسل وعندما تقول لك وقت الامتحانات يجب أن يدخل بعض وعندما نقعد بنفس المعادلات وقتها قياس السكر وتعدل به خاصة في السلو وإلا أنهم قياسوا قبل أن يعطيوا صغير معناها تناجم تزيد وقتها يجب أن يكون هذية بالتمرين مع طبيبها ومع كل شيء تنجم يسترسي ونقصه في الماكل معناها يجزم بعضه ليس تحتاج السكر المباشرة ورتيفة المباشرة كيف يفهم معهم؟ أول تدخل أول تدخل أول تدخل أول تدخل سكر عصير تدخل يجب أن ينقصوا على حول مباشرة ويجب أن تدخل يجب أن تصبح وتضع فيها تدخل ومعلمات والمعلمات لديهم أطفال يعرفون مربع السكري ماذا بنا يركزون في حكاية تحرار السكر خطر العالمية تتعدي أي إنسان يُنقذها لأن الصغير ينقذوا تأثير وعلى نمو يعني أنه يكون الصغيرock زائت الأمور خاصة وكيف تصلح في وقت وفي الطبيعة أو الوحدة استعجالية وهو صحيحة خاصة أو مستشفى او أي شيء علمتك لنفسك لن أسألك الفضل المشارك المضافحة لذلك حيثنا يتغفرين الكتب المستهلاف الكتب المستهلاف في البقاء المستهلاف ليس حتى تتمنى أن تتحدث كذلك رقم واحد عند الصغيرات ننصه بثلاثة وجبات وزوز المجاستماعي العشرات على صباح والارب العشرات على زادة ساحات كعب غلك غلق غورة ناتور كبيرة خبز كبيرة حاجتها كبيرة خبز فيها كبيرة يلعب عادي يلعب عادي أبدو أن الحجر أليس لهذا ما يمكن أن نقضيها لأن أجل هم إحاضة الإحاضة النفسية جميعه أنه مصرور أو انها ح马ه كان أبوه و قبله بده من قبله تبدو أن يدخل الأرض و يبدو بائحة في غير ممتاز و لا يوجد حل المشكل هو متزيد و متزيد ويأخذ الدنيا بالسهل هي صحيحة لا يوجد برشا لكن يتعاوى كل شيء يأتي طبيب التطفيل الدكتور رزاكي عبول أجل ومحضر لحضورك بحضورنا ويجبتك لجميع الأسئلة في ألو دكتور شكراً للمستمعي لحياة أفهم مرحبا بكم أجل ومحضر كيف تكون تكنيك ردكسيون برو دويبي التي أمنوا لكم 120 دقيقة من قبلنا المباشر كانت معكم أمن